بالنسبة للعواصف الترابية تصاعد الغبر والعواصف الترابية نحن هذه ليس المرة الأولى نحن دائما ناشد بيها ونوجه بيها من خلال التقارير الاستباقية والتحذيرية التي تصدر من الهيئة العامة نوات جوية الرزلزلزالي سبق وأنه وهنا أكثر العوامل هي المساعدة يعني العوامل المساعدة هي كانت جفاف الأنهر وهشاشة التربة وفقدان وجرف الأراضي الزراعية وقلة الغطاء النباتي والحزام الأخضى لحد هذه اللحظة لم تتوفر اللي تم ذكرها الآن الأساسيات اللي تم ذكرها تلك الأساسيات هنا ليس تعتبر مصدات أولية ولكن يقلل من شدة تصاعد الغبر والعواصف الترابية يعني حقيقة نحن حتى هذا الحالة الجوية اللي حثت يوم أمس كان لدينا تقرير استباقي وتحذيري صدر يوم 29 يوم الأربعاء من قسم التنبؤ الجوي بتأثر البلاد بالامتداد المرتفع الجوي من شرق البحر المتوسط إضافة اللي كانت رافقة الكتل الهوائية الباردة وكنا نوهنا بين سوف يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة إضافة إلى الانخفاض هناك سوف يكون غبار تصاعد غبار وعواصف ترابية من المتوقع أن تصل حتى مد الرؤية إلى ألف متر يعني من تصل إلى ألف متر حتى تقف الملاحة الجوية ويعني أكثر المشاكل راح حصلتها إذا وصلت إلى درجة الألف متر فهذا موضوع يعني إحنا دائما نشدد بين هذا موضوع الأنواع الجوية موضوع الطقس موضوع التصحر موضوع المياه هذه تعتبر من ملفات الخطرة اللي يجب الانتباه عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر